الدرس الثالث في هذه الوحدة هو تمثيل المساحة سنقوم بحساب المساحة عن طريق النشاط العملي في البداية لدينا هذه المستطيلات في هذا الجدول المستطيل الأول طوله من الأعلى لو نقمنا بالعد هي أربعة مربعات أو أربعة وحدات عرض المستطيل هو واحد المستطيل الثاني طوله أيضا أربعة عد المربعات في الأعلى أما العرض هو اثنان المستطيل الثالث قموا بالعد من الأعلى عد الخطوط هي أربعة من الطول وعرضه ثلاث أما المستطيل الأخير لو عديتم هذه المربعات ستجدون أن الطول الخمسة والعرض هو ثلاث قموا بعد الخطوط فقط الآن لنقوم بإيجاد المساحة لنعد المربعات المستطيل الأول لتلاحظون به أربعة مربعات المستطيل الثاني به ثمانية لكن هنا توقفوا لو تلاحظوا أن الطول في العرض يعطينا المساحة أربعة في واحد هي أربعة أربعة في اثنان يساوي ثمانية إذن مباشرة أربعة في ثلاث هي اثناش خمسة في ثلاث هي خمسة عشر وبالفعل هذا هو قانون المساحة الطول ضرب العرض في هذا المستطيل طول هذا المستطيل ثلاثة إذن ثلاثة ضرب عرضه الذي هو واحد ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة المساحة ثلاثة أما المستطيل رقم خمسة طوله أربعة العرض به خمسة أربعة في خمسة إذن يوجد لدينا عشرين وحدة مربع فقط لإيجاد المساحة قوموا بضرب الطول بالعرض هنا يريد مننا أن نرسم مستطيل طوله ستة وعرضه ثلاث سنرسم مستطيل به شبكة من ست صفوف وثلاث أو ست أعمدة وثلاثة صفوف إذن ستكون المساحة عن طريق الضرب ستة في ثلاثة يساوي ثمانية عشر السؤال السابع طول هذا المستطيل ستة وعرضه خمسة إذن المساحة الإجمالية ثلاثين وفي السؤال الأخير سنرسم هذا المستطيل الذي طوله سبعة وعرضه ستة وستكون مساحته طوله ضرب العرض المساحة تساوي الطول ضرب العرض أي سبعة في ستة فيساوي اثنان وأربعون مساحة المربع ومساحة المستطيل هي الطول في العرض إذن لحساب مساحة مستطيل أو مربع نقوم بضرب الطول بالعرض لنكمل في هذه المسائل يعلق السيد فرس على جدار طول إطار هذه الصورة هو 30 سنتيمتر وعرضه 23 سنتيمتر كم ستحتاج الصورة من مساحة؟ إذن يريد هو مساحة الصورة لحساب المساحة نقوم بضرب الطول في العرض إذن سنضرب 23 ضرب 30 عند ضرب أعداد مثل هذه نأخذ الصفر إلى الإجابة نقولها 3 في 23 3 في 3 9 3 في 2 6 إذن 690 سنتيمتر مربع سنتيمتر ونضع عليها أس 2 أوجد مساحة غرفة طولها 10 وعرضها 5 إذن 10 في 5 يساوي 50 مترا مربعا ترغب الآن سنجلى في الشراء السجادة كم ستحتاج مساحة هذه السجادة؟ مساحة السجادة هي 5 ضرب 3 أو طبعا عملية الضرب عملية تبديلية لو قمتم بضرب 3 في 5 سيكون نفس الناتج 5 في 3 هي 15 مترا مربع أما السؤال الأخير فقط لدى عيس شاشة كمبيوتر مستطيلة الشكل يبلغ طولها 38 وعرضها 31 يريد أن نقدر مساحة الشاشة تقدير إذن سنقوم بضرب 38 ضرب 31 لكن هذه عملية تقدير 31 هي قريبة من 30 وال38 قريبة من 40 لضرب هذا العدد نأخذ الأصفار 3 في 4 12 ألف ومئة